توسعة المطاف فكرة تصميمية مقترحة تستهدف التعديل وتطوير التصميم الحالي لتوسعة خادم الحرمين الشريفين بما يحقق مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطاف محددات لم تعود موجودة التزم التصميم الحالي بمحددات قللت من قدراته على زيادة الطاقة الاستيعابية كعدم المساس ببوابات ومنرات الحرم وهذه المحددات لم تعود موجودة حيث تم البدء بإزالة البوابات والمنرات للضرورة الانشائية وبناء على هذه المتغيرات تهدف الفكرة المقترحة إلى تعديل تصميم المطاف الذي بدأ العمل به ويجري تنفيذه على مراحل خلال ثلاث سنوات أهداف التعديل 1- رفع طاقة الاستيعابية للمطاف من 150 ألف طائف في الساعة إلى 300 ألف طائف في الساعة حيث إن عدد القادمين من جسر الجمرات يصل إلى 300 ألف حاج في الساعة الواحدة 2- تحوير الشكل غير المنتظم للمطاف إلى الشكل البيضاوي الانسيابي 3- مناسبة التصميم الجديد للتوسعات المستقبلية للحرم 4- حل الإشكالات القائمة في التصميم الحالي الخاص بأمن وراحة الحشود 5- وجود مسار قطار لخدمة المعاقين وكبار السن متناسق مع التصميم العام لتوسعات المطاف 6- إمكانية تصميم الأعمدة بشكل شععي يتيح النظر إلى الكعبة من ساحات الحرم الخارجية ويسهل تواصل صفوف المصلين 6- التصميم الحالي وفيه اعتماد الشكل غير المنتظم للحرم أفقد الطوافا سيابيته وأوجد مناطق اختناق متعددة 7- مستوى صحن الكعبة 8- الدور الأرضي بارتفاع أربعة أمتار عن صحن الكعبة 9- الدرج النازل باللون الأخضر 9- الطواف في الدور الأول 10- الميزان بارتفاع أربعة أمتار عن الدور الأول 11- الطواف في الدور الثاني سطح الحرم 11- توسعة المطاف 12- فكرة تصميمية مقترحة 12- تهدف الفكرة التصميمية إلى تهيئة جميع أدوار الحرم 13- لخدمة الطائفين بإطلالة متدرجة 13- تسمح برؤية الكعبة من جميع الاتجاهات 14- وباعتماد الشكل البيضوي الانسيابي 14- ودون وجود أي منخنقات تعيق حركة الطائفين 14- وبزيادة المساحات المخصصة للطواف 14- لأكثر من 160 ألف متر مربع 14- وذلك لسعاب أكثر من 300 ألف طائف في الساعة 14- بما يحقق مبدأ الطواف بغير زحام 14- بكثافة تقدر فقط بـ 2 طائف في المتر المربع 14- مع إيجاد مساحات مخصصة للصلاة 14- تزيد عن 140 ألف متر مربع 14- كما تهدف الفكرة إلى ربط الساحات الخارجية 14- لتكون جزءا من الحرم الشريف 14- عبر إطلالة زجاجية من الأدوار العليا 14- وبوابات إلكترونية متحركة في الدور الأرضي 14- مع إمكانية الرؤية المباشرة من الساحات 14- للكعبة المشرفة 14- وتهدف الفكرة كذلك للمحافظة على الرؤية البصرية 14- التي تعطي شراحا للطائفين في الصحن المحيط بالكعبة 14- وذلك بتدرج الأدوار العليا بدوائر أكبر من الأدوار السفلة 14- وعتمد تصميم وجود ميزانين للطواف 14- بانخفاض أربعة أمتار 14- يتم النزول إليها عبر منحدرات من الدور الثاني والثالث 15- لتكون الإطلالة على الكعبة من خمسة مستويات مختلفة 15- كما تمت الاستفادة من فرق المنسوب بتصميم مسار للقطار 16- أو السيور المتحركة لخدمة المعاقين وكبار السن 16- يمكن بواسطته إنهاء الطواف لأكثر من 100 ألف طائف في الساعة 17- وسيتم تصميم منحدرات تربط مختلف الأدوار بالطرق المحيطة بالحرم الشريف 18- دون الحاجة إلى استخدام السلالم الكهربائية 18- دون الحاجة إلى جعب Ice 19- دون الحاجة إلى جعب أaju عبر من لفتر ration ترجمة نانسي قنقر